طبعاً الشغل الشاغل لكل السادة المشاهدين والمتابعين للقرى المصرية الحدث الأهم في الساعات الأخيرة ومنذ نهاية مباراة الزمالك والبنك الأهلي محادثات الفار أنا مش هتكلم بس على موضوع المحادثات واللي احنا طرحناً بارح بخصوص جلسة الاستماع اللي تمت في اتحاد القرى مع طاقم التحكيم سواء حكم المباراة الحكم الرابع والمساعد الإيفار وفي انتظار الاجتماع مع حكم الفار الكابتن محمد سلامة ميدو اللي النهاردة عايز أقول لكم على مفاجأة على فكرة بالمناسبة يعني في سياق الحديث والكلام انتو هل تتخيلوا ان طاقم تحكيم هذا اللقاء وكلكم يمكن سمعتوا جزئية الكابتن محمد عادل ما كانش في معسكر الاعداد لشأن يخص لجنة الحكام نفسها وعدم التنصيق وعدم التحضير بشكل كويس للحكام اللي هيخش الدور العام دي نقطة النقطة التانية انتو هل تتخيلوا انه معسكر الاعداد اللي اتعمل محمد سلامة ميدو راح في اليوم الاخير حضر اربع ساعات ومشي لا كان موجود في الفوج الاول ولا كان موجود في بداية الفوج التاني راح بعد بداية الفوج التاني بيوم راح حضر يوم الثلاثة يعني قعد اربع ساعات وخلص المعسكر وروح ليه؟ انه كان في مشكلة مع ابراهيم نور الدين ما تمشي استدعاء محمد سلامة ميدو بحاجة انه عد السن واتحاد الكرة لسه ما خدش قرار في مسالة الحكام اللي عدوا السن يحكموا ولا ما يحكموش يبقوا فار ولا ما يبقوش فار فاتقال ابراهيم نور الدين وقتها تم انت محمد الحنفي حكم عد السن وموجود في المعسكر الاولاني في الفوج الاول فايه المشكلة اللي يكون نادر امر الدولة ومحمد سلامة ميدو والمجموعة دي ما تكونش موجودة لا في حكام رصبت بدنيا وكانوا موجودين بحاجة انهم عيكونوا حكام فار رغم ان المعسكر ما فيهوش اي ادوات فار رغم ان المعسكر ما فيهوش اصلا المعدات بتاعت الفار ولا حتى فيه مسؤول عن تقنية الفار في لجمة الحكام فحتى الحكم اللي تم اسناد لي ادارة تقنية الفار في اللقاء الاول ما كانش في معسكر الاعداد وكانت اللجنة بتفكر اصلا ما تبدأش بالموسيب ما ربقلكو الكواليس كل يوم هتبقى اكتر من الاول دي حاجة الحاجة التانية هو من بعد المباراة والاحداث اللي حصلت اتقال وقتها ايقاف محمد عادل وايقاف محمد سلام اميدو ده اتقال ونزل في كل المواقع دلوقتي افتحوا كده امسيكوا الموبايلات او افتحوا للتلفزيون وشوفوا كل اللقاءات اللي اتقالت فيها عن طاقم التحكيم على طول ايقاف الحكم وايقاف حكم تقنية الفار النهاردة اسمع تصريحات صوت وصورة لابراهيم نور الدين على المنصق الفني للجمة الحكام بينفي فيها ايقاف الكابتن محمد عادل وايقاف الكابتن محمد سلام اميدو الله يعني القصة مش محادثات بس ده حتى الاخبار اللي بتتقال من اللجنة بتتنفي بعدها انت خدت قرار بالايقاف يا كابتن ابراهيم او كلجنة حكام ولا مخدتش قرار وقفت الناس دي ولا ما وقفتهاش المحادثة اللي تقالت دي صح ولا غلط ما احنا يا جماعة معايير الشفافية والنزاهة الرياضية يا اما تتطبق صح يا اما خلاص بقى سلاموا عليكم مش محتاجين نوجه على دماغنا انبارح ابراهيم نور الدين في لقاء تلفزيوني صوت وصورة بينفي ايقاف طاقم تحكيم مباراة الزمانة كل بنك الاهلي رغم ان نفس التصرحات اللي كانت نازل على لسانه قبل كده بيقول فيها ايقاف محمد عادل ومحمد سلام اميدو طب نصدق مين ابراهيم نور الدين بتعيوم الحد ولا ابراهيم نور الدين بتعيوم الاتنين طب الكابتن محمد فروق ورئيس اللجنة هو فيه من اللي بيحصل ده عرفتوا ليه لما النادي الاهل بيطالب موجود خبير اجنبي مش قصة حالة تحكمية قصة ادارة قصة تطوير مين اللي موجوده بيدير اللجنة اللجنة دي لازم اتخد فيها قرار خلال الساعات اللي جاية لازم يجي خبير اجنبي خلال الساعات اللي جاية ويكون معا مجموعة من المساعدين ليه خبير اجنبي على تقنية الفار اداري من الحكام الدوليين السابقين يشتغل اداري عشان يوصل للناس دي الصورة بشكل ايجابي بشكل كويس يعرفهم مين بيحكم مين موقوف مين عنده مشكلة مين رسب بدنيا كلام ده لازم يتقال لازم يوصل لكن لجنة مستمرة بالشكل العبسي ده زي ما احنا شايفين بالطريقة دي مبارح استعرضنا كل اللي اتقال في جلسة الاستماع والحمد لله وانا قلت هنا بتحدى اي حد يطلع ينفي ويقول اللي قلت في جلسة الاستماع يكون غلط بالعكس الكل مبارح في كل القنوات تلع اكد كل اللي قلناه كل اللي حصل في الجلسة الكل مبارح اكد عليه الكل بالمبارح اكد عليه طيب بعد ما اتقال ده فين بقى هالمحادسة يعني انا مبارح طالبتي جهتين بعد جلسة الاستماع بنشر المحادسة الجهة الاولى اتحاد الكرة وانا عارف ان اتحاد الكرة مش هينشر حاجة والجهة التانية احد الزملاء الصحفيين اللي انفرد بالموضوع وقال انا عندي ما يثبت ان المحادثة دي حصلت بالطريقة اللي شرحها ولو هم نفوا انا هطلع بالمحادثة انا برضو انتظرت منهم بارح ينشر المحادثة مفيش حاجة تم نشرها ودي برضو بالنسبة لي منول عم تستفهام لا الزمين نشر ولا اتحاد الكرة نشر ولا الاتحاد طلع بيان ولا اللجنة مبارح اعلامة بيان في بيان رسمي الموضوع المنتظرين في ايه تاني عموما احنا فتحين الملف ومش هنقفلوا لان الملف ده اخطر ملف في بداية الموسم وانا قلت اللي اتقال في جلس الاستماع مبارح لازي يكون فيه رد رسمي يا اما من الزميل الصحفي اللي قال الموضوع يا اما من اتحاد الكرة ولجنة الحكام ما هي اللجنة تدافع عن الطاقم اللي معاهل ان الطاقم نفى وقال كل اللي اتقال في المحادثة غلط او كل اللي اتقال انه تسريب غلط وبالمناسبة انا مش عارف برضو هو تسريب يعني فيه اوديو كده من الكلام الصوتي اللي في المحادثة تحت التقنية الفار ولا مكالمة هاتفية من احد طاقم الحكام او من احد اعضاء اللجنة انا برضو عايزين نفهم احنا عايزين نوصل للحقيقة احنا هنا في قرارات الاهلي عايزين نوصل للحقيقة عموما هنفضل مكملين في الملف ده وهبدأ في كل حلقة اين المحادثة اين القرار سواء للزميل او للجنة او للاتحاد هنفضل مكملين في الملف ده خلال الفترة اللي جاي